تعالوا بقى نروح لحتة الملوخية والناس اللي بتحب الملوخية زي حالاتي كده بالزبط احنا مجاهزين الشربة بتاعتنا شربة فراخ شربة لحمة زي ما انت عايزة وحطالها المرأة ومزبطالها كل حاجة هنقول بسم الله انا مسخنة الحلة بتاعتي كويس جدا بسم الله الرحمن الرحيم اهو حطيت مثلا شوية حلوين من الشربة تمام وهنقوم عاملين ايه تاني تعالوا كده مع بعض انا مزبطة الشربة وهقوم حط تاني ايه مكونات او ايه المقادير بتاعت الملوخية عشان تبقوا عارفين الشربة بتاعتنا قلنا لحمة او فراخ كيس الملوخية ان كان انت جايبها مقارطفاها وغسلاها ومخرطاها او جايبها من الفريزر يعني جايبها معلبة من السوبر ماركت ايا ان كان هو كيس تمام كده معانا الكوزبرة ومعانا كمان التوم بتاعنا الفريش المفروم ومعانا المكعب المرأ بودر او عادي مش فارق معانا اللي موجود عندك ومعلقة السكر اللي هي السحر اللي بتدينا طعم حلو جدا تعالوا نشوف بقى هنعملها ازاي فاش حاجة جديدة ولا غريبة بس الراق ان انت تثبوطي الكوان بتاعها حطينا معلقة السكر بتاعتنا معلقة صغيرة مش كتير عشان ما تسكرش منك برضو وحطينا المرأ اهو حبه برضو صغيرين عشان انا زبطة انا عايز اجيب مضرب بقى عشان ما حيب اشتغب في المنخية بالمضرب اليدوي اهو كده وندرب الكلام ده كله ونحط شوية كوزبرة كده نشفة بس على ايه يعني من كهر ما يتحمروا مع الناشو تمام هاجب معلقة بقى واخد فصين توم نيين اهو كل الكلام ده بيدي طعم للملخية بتاعتنا ونقوم مقلبين اهو بس كده هنجيب بقى للملخية بتاعتنا يفضل لو انت جديدة في موضوع الملخية نعمل ايه الحاجات دي الشربة بتاعتنا تبقى برده ما تبقاش سخنة تمام لازم الملخية بتاعتك ما تبقاش مسكة يعني مش جوه الفليزر وتقومي منزليها متلجة حطاها لازم تكون فكة زي كده بالزبط تمام كده يلا بينا نسمي بالله بسم الله الرحمن الرحيم ونقلب بس كده ايه دي بقى تقلب كده على طول انا تقريبا حطيت الشربة بتاعت المعقولة ان انا اعمل بيها طب لياشيف انا لسه مبتدأة وقلقانا من حتة ان انا اعمل الملخية تتلع مني خفيفة بحط الملخية على البارد في الحلة وبعدين اضيف شوية شوية شربة وقلب شوية وقلب لحد ما تزبط معي كوام حلو كده يلا بينا انا عايزة اعمل ايه واحنا بنسخن كده اول غلوة معانا في الملخية احنا خطينا كل حاجة زبطنا كل حاجة والملح بتاعنا متزبط وكل حاجة احنا بنسخن بس الطوصة بتاعتنا عشان خاطر نعمل الطوصة بتاعتنا بتاعت الملخية اللي هي بالتوم هنحط شوية زيت حلوية عشان هزي ما اتفقنا ان احنا لازم نحط زيت مع زبدة تمام ماشي هنحط كده مكعبين حلوين من الزبدة اهو بس احنا طيب بصوا انا عايزة وريكوا بس الملخية اول فورة لها او اول غلوة لها بتقلب كده انا بطفي النار بشير الريم اللي على الوش لو فيه ريم وكده بالنسبة للملخية جاهزة ان انا اه يعني خلاص احط عليها الطوصة وتمام ما بتاخدش غلوة كتير عشان ما تسقطش منك تمام كده تمام احنا بنسخن اهو انا عايزة بس اقدم الملخية هينفع ولا لما نرجع من فاصل احنا طبعا بنبقى موسطين جدا بتصالاتكو بتفاعل معنا على الهوى لانجي حاجة بتساعدنا جميعا اهو بصوا حطينا التوم مع الكسبرة وبنقلب اهو لحد ما تتحمل هتطلع بس طبقين كده نقدم فيهم الملخية بالطوصة الحلوة دي هتعالوا كده ناخد ايه طبقين حلوين يلا بينا يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم تقلية بتاعتنا بس ايه نخلي بالنا عشان ما تتلساش مننا احنا عايزينها لونها دهبي وحلو كده ما تبقاش محروع عشان ما تمررش معينا بس كده انا هرفعها من على النار وهقدم الملخية بتاعتنا تعالوا بقى ايه هنشيل الملخية التقلية الاول عشان ما تتحريعش بسم الله الرحمن الرحيم يلا بينا بصوا كوامل ملخية حلوة ازاي هو ده المطلوب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اهو نزود هنا حبة عشان ايه يبقى حطينا كل الملخية اللي معينا بسم الله ما شاء الله كوامل حلوة لونها تحفى بسم الله هاني اخد كده بسم الله بسم الله نعم صلع النبي الريحة والطعم حلو جدا